تخدمونه على ما نفس فيه كيف يولدون حاجة عشان نشتري الاكل الاكسسوارات الاكل اللي بستمية الاكل اللي بخمسمية الاكل اللي بميتين الاكل الصحي المكملات الغالية اللي المدريش قالوا كل تسويق إلكترون كل تسويق عساسي بيعون علينا هذه الكماليات التي تلاقي خارشار مديون وراثب كل انتهى عساس شوية كماليات اذا دخلت المطعم شوانا تحس انك فاخم كلها نص ساعة تعيش ملك وبعدها ترجع شحاث عفوا في الكلمة عشان تاكل بمية ولا بميتين تسربقها او خمسين بستين اذا لبست العباية الفلانية الملكية بألف ريال تفصيل هي نفسها ابو خمسين فهمتوا الصورة غطر ابو خمسمية ومدريش هلا نفسها ابو خمسين ابو عشرين ابو عشرة تمشي الصورة واضحة ثو مدريش قال تفصيل بستة الاف نفس ابو خمسين ريال الاصيل ولا مدريش هي نفسها انت من يصنع القيمة للشيء ولست هي من تصنع لك القيمة بعض الملابس عندنا لها عشرين سنة ولا أثر علينا بعض العقال لها عشرين سنة ما أثر علينا سيارتنا لو مشت خمسين سنة ما أثرت علينا لذلك لا يصنع لكم هذه الحاجات ولا يصنع لكم الصورة الدهنية اللي تجعلكم فقراء ما دمت بحيا لا تكونوا عبيد الكماليات والاكسسوارات والخلاط الفاضي هذا اللي قاعد يشغلنا بيتي يبغى لطاولة طعام من مدري مين أبو عشر ألاف بيتي يبغى لمركة ما دريش قالوا بيتي يبغى لأكسسوارات بيتي يبغى لأيش العالم اللي هنعيشوا الآن نحن يقول مدين ثلاثين سنة من أجل أن يصلح مجلس كويس ومطبخ كويس عشان يصوروا للناس ويدي عين ويقول مريضه وحرمته حتى تطلقها ليه هذا الشي ليه ليه ابعدنا عن البساطة ليش ابعدنا عن حياتنا الحقيقية كوبي مصلح هذا الحين ما كلفني ربع ريال وعايش ومبسوط وسياحة وآخر هيصة صوت الطيور ما عندي أحد والجو البارد وبربع ريال ليه أروح أعمل سياحة بعشرة آلاف عشان أشرب كوبا من القدح المدريش على الزاوية الركن والصوت البواري والزعاج تقول نك في صناعية خلونا نفكر بعقل ابعدوا عن المغريات فكروا بذكاء اعرفوا أن الناس قاعدين يأكلوا من ظهوركم اعرفوا أن أموالكم كلها قاعدة تخلص على الاكسسوارات اعرفوا أنه لو صار رواتبنا حقيقية على منتجاتنا الحقيقية كان ربع الراتب اللي تأخذه الآن هل بيكفيك وبأي شكل فيما بعد النفط خلونا نفكر بذكاء ونكون عادات